بسم الله الرحمن الرحيم بالفيديو تبع اليوم رح نحكي عن الملتبلاينج بوندنج رح نحكي كيف ممكن احنا نضاعف البرودكت تبعنا بالفاكتورز رح ما يكونوا مضربين بأعداد رح نشترح الفكرة شوي بطريقة عملية لانشان تفهموها كتير منيح هو فكرته جدا بسيطة في عنا تو فاكتورز هذول التو فاكتورز أعطونا برودكت يعني مثلا في عنا سيارتين كل سيارة لها أربع عجال فصار في عنا برودكت سيارتين مع أربع عجال صار عنا برودكت اللي هو ثمان عجال زي ما هون مكتوب وكان في عنا سيارتين كل واحدة لها أربع عجال عدد العجال الكل رح يكون ثمانية نفس الشي بالنسبة للألمنت لو كنا مثلا قلنا 2H2O في عنا احنا أصلا ذرتين اتش بكل أكسوجين وفي عنا بكل ماء وفي عنا تنتين H2O شو رح يصير رح يكون في عنا أربع اتشات خلينا ناخد أمثلة تانية لو كان في عنا مثلا خمس فيلة كل فيل فيه له أربع عجرين كم عدد الإجرين الكلية الموجودة رح يكونوا عشرين نفس الشي بهذا الشكل لو كان في عنا لتساي ثلاث بني آدمين كل واحد حامل أربع كتب ثلاث ضرب أربع رح يكونوا اتناعش هاي هي طريقة تطلية البروداكت اللي احنا منضرب القيمتين اللي موجودين آخر شي رح نشرح اللي هو لو كانت العشرين هاي موجودة وفي عنا خمسة من البروداكت مثلا لو كان في عنا C H5 وقالنا إن We have 20 Hs كم C H5 في عنا رح نقول 20 divided by 5 رح يطلع الجواب أربع بس هاي هي كل الفكرة فكرة كتير بسيطة بس كتير مهم بتكونوا عارفين How do we multiply the bond كتير مهم لو احنا منضرب ما بنجمع كيف يكون خلص الفيديو تابع اليوم كان كتير سهل ووسيط بتمنى لكم التوفير وأكيد ما تنسوا لايك والسبسكرايب وما تنسوني من دعاء